خليني بقى أخذك على خبراً أخبار اللي بحبها جداً بقى مولانا الشيخ علي الهلباوي المنشد الشهير وذائع الصيت وصاحب الصوت الذهبي بالمناسبة يعني طرباً كمان مش بس إنشاداً هيشارك في حفلة عالمي تتشود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في الهند في قمة مجموعة العشرين أهلاً 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 السلام عليكم أهلاً بك وأهلاً بكل مشاهدين يا وحشينك يا حبيبنا إزاك يا علي عامل إيه؟ الحمد لله رب العالمين قوله تمام ما بين الإنشاد والطرب عالي الهلباوي هينور قمة العشرين في الهند الله يكرمك ربنا يخليك والله مصدرية كبيرة بسألك الدعاء واسألك كل المشاهدين الدعاء بالتوفي يعني نحن نحبك ونموت فيك بصراحة قولي كده إيه اللي حصل بلغوك إمتى وإزاي وإيه اللي جروا إيه الحدوتة دي؟ الحدوتة هم جايبين من عشرين دولة عشرين فنان باسم درويش كاروس تيف في ألمانيا هم كلموه قالوا إحنا عايزين علي من مصر لأنه هم شافوني مع فريق كاروس تيف في ألماني المصر فقال لهم طيب يعملوا له خطاب فهم بعتوا لي وزاعة الاستقافة الهندية بعتت لي خطاب قاض قالوا لي فيه إن إحنا اخترناك من مصر لما تتمثل مصر من ضمن الفنانين اللي هتشارك في حفل اختام جي كوينتي مجموعة الدعاشفين بصراحة يعني حول مشروطي بصراحة نتخطيب المسؤولية كبيرة لما جيت هنا سألتهم ونقطرتهم بها قالوا إحنا اخترنا الفنان اللي بيحد اللي هتشارك يرتكل وبيعرفين عن أي الموسيقى من المذيكة اللي أنا هغني عليها مذيكة هينتي فعلا وبعتوها لي يعني والحمد لله سمعت المذيكة وابتدين البروفات ومعنا بقى عايز أقولك عشرين دولة يعني أربع دول عربية يعني معنا السعودية وعمان والإمارات والفقير لله مصر رائع 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 وجميل يعني هتبتهل على موسيقى هندي بالضبط وبدأت بقى بروفاتك بتجاهز ها بدأت بروفات وعن سجلي يعني الحمد لله يعني الحمد لله أني الحفل أنا كنت يخافي فيه على قلبي مع أنهم قالوا أنت أدعوه بس أنا بصراحة لا يعني لو حاجة كبيرة زي كده لا نسجل وبعد كده نطلع نحن ما عندي مش مشكلة بإذن الله بإذن الله بس عملنا بروفاتك والحمد لله يعني يعني أسألك الدعاء وأسأل كل المشاهدين الدعاء بالتوفيق لأنه موضوع كبير ربنا يا ربي وفأك ربنا يا وفأك قبل أي حاجة أنا أطالب من حضر الطلب عيني رقبتي أنا يوم 30 مع كاروس تيفس الفريق المصري الألماني وبس نجاي ومعنا قرانين مونيكا يوم 38 في مصرح جمهة مصر في 6 أكتور لا تشرفنا أنا طول احجز لي أي مكان إن شاء الله في الكواليس احجز لي أي مكان إن شاء الله كورسي صغير في الكواليس أنا قاعد يا حبيبي تشرفت بين الهند لا والله دانا لاتشرفت يا حبيبي اسكنان معايا ومونكا وبيتر يا سلام بص أنا الحقيقة كنت لسه هطلب منك أقولك بإذن الله سبحانه وتعالى أول ما ترجع من الهند غانم منصور تنورنا في البرنامج بقى إن شاء الله أنا كنت المصرور من أسبوعين تصدقني حد يكلمني كنت مصرحة كون مع حضرتك بس كان عندي مصرحية سلام حجازي كل يوم تتعوض عشان الشيخ سلامة كل حاجة تهون حبيبي يا علي يا حبيبي ربنا يخليك يا رب خلاص أنا معاك في الحفلة جاية وأنت تنورنا بإذن الله سبحانه وتعالى أول ما ترجع بألف سلامة سالما غانما منصورا وربنا يا رب يكريمك ويوفقك يا رب يخليك ألف شكر ألف شكر كل الشكر للمنشدين